لم تكن عودة العائلات العراقية النازحة إلى مناطقها أقل مأساة ومعاناة من نزوحها الأول عن مدنها بل إنها تبدو أصعب حيث أن الأسر التي أجبرت على العودة لم تجد مأوى لها في المناطق المستعادة والتي دمرتها المعارك الأمر الذي دفع العائدين للمطالبة بالرجوع من جديد إلى المخيمات فبعد أن عادت الكثير من العائلات إلى مدينة الموصل على أمل الخلاص من تلك المخيمات التي تفتقر لأبسط مقاومات الحياة وجدت نفسها في معاناة أشد وطأة من المخيمات أشهر مرت على إعلان الحكومة في بغداد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة واستعادة كافة الأراضي التي كان يسيطر عليها غير أن تلك المناطق ما زالت تعاني من عدم توفر الخدمات وانعدام الأمن فيها مسؤول مركز تنسيق الأزمات المشترك في وزارة الداخلية بكردستان العراق مريوان حسن أكد في وقت سابق عودة أكثر من 300 نازح من الموصل إلى كردستان خلال شهرين مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من تلك العائلات كان في مخيمات كردستان خلال النزوح الأول من مدنها وعلى الرغم من يقين النازحين بحجم المعاناة التي سيعودون إليها في مخيمات النزوح إلا أنهم وجدوها أهوى من بقائهم عرضة للموت في أي لحظة بسبب الوضع الأمني المتردي والمخاطر التي تواجههم من انتشار الألغام ومخلفات العمليات العسكرية الوضع الأمني لم يكن الدافع الوحيد الذي حفز النازحين على العودة للمخيمات فانعدام فرص العمل والخدمات في مناطقهم التي لم تحصل على أي دعم أو محاولة للإعمار منذ استعادتها قبل أشهر دفع العائلات إلى الهجرة العكسية بحثا عن أمل يضمن سلامتهم ولقمة عيشهم التي فقدوها في منازلهم